تنسينا الصور. الصورة اللي بعدها. كابتن مصطفى يونس. معك ولا عليك? ولا معي ولا عليا. يعني لي مني كل اللي احترامه التقدير ككابتن سابق للنادي الاهلي. بتشوفوه ازاي? بشوفو ككابتن للنادي الاهلي. ما قدرش اقول غير كده لانه ليه استشيرت النادي حقق بطولات واحنا انا قلتلك من شوية مش هاخر كلامي احنا اجي المكمل لاجيال نجحت فاحنا اجينا كابلنا مسيرة ولا بعدين. ده عجمته قبل كده. عجمته عشان قال عني كلام انا ما قلتهوش معرفش جابه وبنينا. معرفش? بس انا برضو. بس اقول لك الهاتف. انا مستهل اقول كلام كاسي وجمهور يبقى معايا دلوقت انا ما عملتش كده. مش انا. اني كلام اللي قاله عليك. لما قال عليك ان انت قلت كلام على كابتن سيد عبد الحفيز? اقول لك على السر. اه. ما هو ما حصلش ليه? عارفة ما بيني ما بين سيد كام عمارة. انا هنا وسيد هنا. ابني وابن سيد عبد الحفيز بقى لهم اكتر من عشر سنين مع بعض في في كلاس واحد. متخيلة الاسم اللي اختاره. انا عندي اسم انت فهمها? يعني اختر اي اسم تاني اوكي. لكن احنا في شقر كريم مسامحوا يعني عادي. لان سيد سيد راقي. وانا راقي معاه وهو راقي معاه. جدا. سيد نديف. ابنك بيلعب كرة? لا. مش بيحب كرة. ما بيحبش الكرة? مؤخرا بقى يحبها. بقى يطلب مني عايز يروح من شخص القاني. وابن كابتن سيد عبد الحفيز. كان بيلعب في نادي. كان بيلعب في نادي ودلوقتي بطر? مش عارف الله اعتقد بيلعب. مم. يعني بس هما مع بعض كل يوم الولاد يعني كل هما. صحاب قوي. يا لأ. ميسيبوش بعض. لأ واحد ربنا. فهمها الليه? فكبت المصطفى انا مسامحك على انت قلت بلكده بس انت بالنسبة هل ممكن في يوم من الايام ترفع على النادي الزمانك? لأي سبب من الازمان? لما ادخل احترم نادي الزمانك. واقدره واقدر جماهيره. كان اهلاوي. اهلاوي معجون. حتى لو هو بيلاعب نادي من دولة اخرى? لو بصي هكلمك شادي بيعمل ايه? بالامانة? واعتقد اللي انا الحوار معاكي بكلمك بموتها الامانة. جد. اه شادي لو بينافس النادي الالي في افريقيا? لأ. مش اشجع نادي الزمانك حتى لو بينافس نادي تاني في افريقيا. لو الاهلي مش موجود اشجع. يعني لو هو راح الكمفدرالية دلوقتي اشجع عني الزمانك. اه لو بيلعب ما تشجع. اتفرج عنيه. عشان كده هاجمت كابتن مصطفى يونس? ليه? هو بقى هو هو بصي انت ما انتخدنش في القصة دي علشان هو يروح يشتغل في نادي الزمانك يمسك عالم نادي الزمانك انا مالي ده رأي. عشان دي حاجة مش طبعية. انت كابتن النادي الاهلي. اه. اسمك محفور بحروف من دهب جوان النادي الاهلي. مم. كنت من اللعبة الكبيرة يعني اللي بنتعلم منك. مم. فانا صغير اعدل عليك وانا اصغر منك في السن. مم. ما بحبش دي. فشايف انه مكانش يرفع. الكبير اللي احترامه وتنتقده في الغرف المغلقة مش عالشاش. مم. لكن اللي عمله من وجهة نظري ما عرفش ايه. وجهة نظري انا. عشان بتكلم معكي بقى مانا. لأ. كابتن النادي الاهلي ما عاملش كيف.